إرمية 22-33-17 ماذا يفعل الله إن لم يجد عدلاً؟ شو بيعمل؟ تبهوا لإرمية 22-13-14 وما بعد بقول ويلون كلمة ويلون كلمة قوية ويلون لمن يبني بيته بغير عدل يعني بالظلم يعني بينهو بالناس حتى يبني لإله قصر الويل وعلاليه يعني بعلي غرفه بيعمل الطابع الأول والثاني والثالث والرابع بغير حق بغير عدل ال الذي يستخدم صاحبه مجاناً شو يعني مجاناً؟ لا يعطيه أجرته ما بيعطيه أجرته أو بيعطيه الأليل كتير وهو بيأخذ الكتير بيظلم الموظف اللي عنده إلى القاء الأبني لنفسي بيتاً وسيعاً واسعاً وغرفاً فسيحة الأكتر من هيك يشق لنفسه نوافذة ويغلي في البيت بالأرز وبيدهنه بلوز القرمز فخامي أجمل أصر بيعمل بيجيب أغلى خشب خشب الأرز من بلادنا وبيعمل أعظم بيت وأجمل أصر وأجمل عمارة بالدني وبعدين بيقوله بالعدد خمستاش هل تملك لأنك أنت تحاذي الأرز يعني هل العظمة هي أن تفتخر بالأرز هل عظمة أنك تفتخر شوف شو عندي تفرج على هالأصر اللي عندي هل هيدا الافتخار الحقيقة يلي الله بيطلبه أما اكتفى أبوك بأن أكل وشرب وأجر الحق والعدل أما اكتفى مش هيدا كان المطلوب نعم ما كان عنده هالأصر لكن أجر العدل الحينئذ كان له خير يعني لو عندك أصور الدني كله وأنت ظالم ما في خير بحياتك ما في خير أطلاقا أعتفكر حتى لو هيدا الشخص ما حدا بيصله ربنا بيصله ما بيخلي نام بالليالي لأنه ظالم لأنه سرق الفقراء لحتى يبني لحاله ممالك اللي ليس له خير أما يلي بيأكل الأليل وبيشرب ويجري العدل والحق الهيدا له خير الوقضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خيرا إلا ليس ذلك معرفتي ألا يدل ذلك على أنه كان يعرفني فأنا بعرف أنك بتعرفه لما أنت توقف مع المظلوم ضد الظالم لما تحارب بالوسائل الكتابية الصادقة القانونية كل إنسان بيظلم لحتى تحرر لتبرئة المظلوم بعدين بالعدد 17 بقول لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك شو يعني يعني عينك وفكرك وقلبك كل شي كيف بدك على مكسب الحقير على المكسب الحقير الظالم يعني دايماً عم بتفكر كيف فيني أسله بالآخر كيف فيني أخذ شي من الآخر وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى الاغتصاب والظلم العنف لتعملهما من أجل ذلك الويل لك يعني يوجد دينون أخوته لكل شخص يستخدم السلطة والقوة من أجل ذاته واحد لتكديس الأموال اثنين لسفك دم بريء والثلاثة للاغتصاب يعني أنت الله بيعطيك السلطة تبه مش لي كسب المال لحتى تستخدم سلطتك لتساعد الفقير والمحتاج الله بيستخدم سلطتك مش لي لي سفك الدماء لكن لتحمل إنسان الضعيف من الآخر لحتى تحيي الآخر اللي بيحتاج لحياة من خلال مركزك وسلطتك الله بيعطيك المركز والسلطة مش لتغتصب إنما لتنجي المغتصب وتحاسب المغتصب هاي مسؤوليت كل واحد الله بيعطيه سلطة بالحياة مش العكس لأنه لما بتعمل العكس إله المحبة والنعمة والرحمة بيبرم ظهره عنك وهون الخطورة المشكلة تبدأ بالسلطة بالسلطة كيف بتعامل رفيقك السلطة مش بس السلطة اللي بنشوف السلطة السياسية أنت ببيتك في السلطة كيف بتعامل زوجتك في السلطة كيف زوجتك بتعاملك سلطة كيف بتعامل أولادك سلطة بتسمعني كيف بتعامل جارك في سلطة فأنت بتمارس السلطة وين ما من وجدت السؤال كيف بتستخدم سلطة بدك تحيسب الكبار حيسب نفسك ابدأ بنفسك قول أنا كيف بعمل غيري هل بعمل بالعدل ولا بساوم وبظلم الآخرين ليه لأنه ما بدي زعل فلين هل أنت إنسان عادل اشتركوا في القناة